بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل أعزائي الطلاب في مقرر علم النفس التربوي كنا طبعا تتركنا لتعريف علم النفس وأهدافه الآن نتحدث عن نقطة مهمة جدا اللي هو موضوعات علم النفس إيه الموضوعات اللي بيهتم علم النفس التربوي بيها عشان نعرف إيه مجالاته وإهتماماته بيهتم علم النفس التربوي بمجال النمو المعاركي والانفعالي والاجتماعي بيهتم بالنظريات إيه هي نظريات التعلم وإيه هي العوامل اللي بتؤثر فيها بيهتم بانتقال أثر التدريب أو التعلم بيهتم بتحصيل الطلاب وإيه اللي بيحدث في المواقف التعليمية المختلفة يهتم بالقدرات العقلية زي الذاكرة والانتباه والتفكير وغيرها يهتم بالتفاعلات الاجتماعية المختلفة اللي بتحدث داخل الفصل بين المعلم والطلاب وبين الطلاب بعضهم وبعض بيهتم بالفئات الخاصة داخل الفصل سواء ذوي صعوبات التعلم أو ذوي الضعف اللغوي أو بطيئي التعلم ده اهتمامات علم النفس التربوي طيب إيه أهمية دراسة علم النفس يا شباب؟ ليه بندرس علم النفس؟ أهميته في إيه؟ ده نقطة مهمة جدا وده أحد النشاط اللي احنا هندرب عليه اللي هو أهمية دراسة علم النفس ناقش هذا الأمر بناء على ما درسناه من أهمية علم النفس سواء الجانب النظري أو جانب التطبيق طيب تعالوا للنشاط الثاني اللي هو توضيح لأهمية علم النفس التربوي علم النفس التربوي من العلوم المهمة جدا لتدريب المعلمين وتأهله لأنه بيزود المعلمين بالطرق والنظريات المختلفة للتعلم بيساعد المعلم على أنه يتعرف على متطلبات الطالب احتياجاته سواء النفسية أو التربوي أيضا علم النفس التربوي يساعد المعلم على مبادئ التوجيه والإرشاد التي يستخدمها في توجيه الطلاب أيضا أهمية علم النفس التربوي بالنسبة للمعلم بأنها تساعده على أنه يعد نفسه بطريقة صحيح متعد أخصائي نفسي مدرسي يستطيع أن يكون رابط ما بين المدرسة والأسرة وهذا يحقق نمو أفضل للطلاب أيضا تساعد على تدريب المعلم أنه يفسر السلوكيات المختلفة بطريقة علمية ما يكونش بصورة عشوائية إنما هناك طريقة علمية ليفسر سلوك الطالب سواء داخل الحجرة أو خارج الحجرة الدراسة بكده انتهينا من موضوعنا الثاني في الفصل الأول أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته